أكد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب أن شراكة المجتمعية تعد ركيزة أساسية في دعم الأمن والتنمية ومسؤولية وطنية وحضرية تؤكد قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين وأشار معالي رئيس مجلس النواب بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني الذي تحتفل فيه مملكة البحرين في الثامن عشر من شهر مارس من كل عام إلى أن ما يتحقق لمملكة البحرين من مجازات ومكتسبات يستوجب الحفاظ عليها والعمل على مضاعفتها من أجل الوطن والمواطنين وثمنا معاليه دور مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في دعم تطوير الشراكة المجتمعية والارتقاء بها إلى أفاق أرحب مؤكدا حرص المجلس النيابي على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية في تعزيز الشراكة المجتمعية وفق رؤية عصرية ذات قيم وطنية